مرحبا بكم في القناة شهوة الحاجة رشيدة اليوم نشارك معكم الليب باط اللي صارحة رائعة وبميزة وبوحد الصلصة اللي تتعطيه وحد اللون وحد الماضاق اللي مميز وبالخضراء تتخلينا لنا اياكل ولداتنا خضراء ومنكها طعبة الحال بالدجاج يعني بالدجاج والخضراء تجيص صارحة زوينة وبمقادر بسيطة ونتمنى تعجبكم هذا الوصفة وتشاركوه مع الأصدقاء دياركم مرحبا بكم في القناة اول حاجة غنحتاجوا سدر ديال الدجاج اللي قطعتوه شرائح رقيقة كيف تتشوفو بشيجيباي اللي نفلي باط ديانه يعني عندي وحدة ربع سدر ديال الدجاج يعني تمو تدروا الكمية اللي بغيتو عندي القرعة مقطعها شرائح طويلة والبصلتها هي مشنفها رقيق وطويلة وعندي فلفلة مقطعها شرائح طويلة وبالنسبة للشيفلور والجازر سلقتوا من الصرقة الشيفلور درتو طريفات صغار حاجة اللي بغيتو والجازار توجيه شرائح طويلة وبالنسبة هنا عندي القاملة هذي البلاصة اللي غنسلق فيها اللي باط ديالي درت فيها الملحة وزيدة نباتية ولماء تتغلالينه هذا بشي ندروا فيها اللي باط واللي باط تتسلق من خليها تتتهرالينه وتولي معجنه خاصه تبقى شد اللوك دياله او شكل دياله بجينا في الاكل ديالنه زوينه وتبقى تصحيه لنا اللي باط ليسا تتسلق تبقى شدة في بلاسته وليبات تختلف مدة تسليقها من الباكية الباكية أو نوع نوع لنوع تنشد المقلات في هذه الأدنى التي تتسلق ليبات تندير فيها زيت نباتية وخمسة المعالق تندير فالبصلة والفلفلة والقرعة الخضرة بالنسبة لخضرة تتبقى اختيارية اي نوع تنشد المقلات انا دخلت هذه الخضرة سوف نضيف مكونات اخرين في الليبات مثل اضافات اخرين تبقوا الفيديو دائما حاولوا كملو تل اخر تكون فيها نصائح تكون فيها معلومات او في الوصفة تكونوا اضافات تل اخر هنا من بعد ما شحرت الفلفلة والقرعة والبصلة اضافت على هذا الشارع احدى للدجاج بالنسبة لديك الرومي ثم تختاروا اللي بغيته الصراحة اضافت هذا الليبات ابنينا تتخلينا ناكل الخضراء وخصا وليداتنا تأكلوا القرعة ما تتبقى بينا ليهم فهذا النوع لهذا الليبات وبخصا بات الصلصة اللي غنديرا والكريمة اللي غنديرا ودرت الشي فلورت هو يعني كلاوه الجازار ما تبقى يبالينا الخضروات وتندخلوا الخضروات يعني مع البطينا تنعتمدوا مش هي الصلصة الحمراء دائما تنبغي نغيره يعني كل مرة نديرو صلصة او وجبات ماضاق تكون مختلف على ماضاق بالنسبة هنا الاضافات اللي انا دايرة غنزيد عير الملحة والابزار ما غيكونش عندي اضافات بزاف وعندي غبرة توم درت هنا بودرة ديالتوم بالنسبة لتوم بغيت ديروه محكوكا في الاول تديروها بغيتو تديروها عير بودرة تديروها تيبقى لكم الاختيار انا درت بودرة ديالتوم تشحرت الباصل والفلفلة مع الدجاج مزيان وحسيت بتدجاج ديالي طابلية تنبغي نحرك محل كوية دائما مع التحريك المصامير باش ما تتحرك لنا البصلة يبقى الشكل دياله زوين وتنكها دياله من بعد ما حسيت بيام طابو سوف نزيد هنا الشومبينيو او الفيطر المعلب هنا بالنسبة للناس اللي تيحصلوا على الشومبينيو او الفيطر العادي من الاحسن طازج يعني انا ما توفرت عليه درت عير معلب درت علبة صغيرة ثم تديرو الكمية اللي بغيتو خليتو تطيبة الفلفلة والبصلة مزيان بزدتو لنا هو تكون يعني طيب عير خصوح و تنكها و تندمج لنا مع العناصر الاخرى و من طابة الحل كيف تتشوفوا الشيف لور والبصلة بقى مدرجوش لنا مسلوقين بزدت هنا معلقة ديال الملحة و نص معلقة ديال الابزار هادو متوابي اللي غن ديرو سوف يتنخلطو و غنزيدو اضافات اخرين الصراحة هاد النوع ديال المعجنات تقدروا اي شكل في الزواق ديالو والصلصة هاد الكريمة هاد النوع تتديروه صراحة بقى زوين و تتغيرو يعني في التقديم تتقدر تديروه وجبة العشاء دغياء و وجبة الفطوء في الغداع عفوان يعني اللي بغيتو و بالنسبة هنا اي دبال الشيف لور او القرنابيض درتو هو الجزار اللي مسلوقين نص سلقة بفلمة يعني بش دغياء تي طيب و لي اتيتنخلطوهم لنا خاص و لكن يكونوا طيبين و حد شوية لانهما تزوطوا يعني ضروري من ناكله و ينحرك محل هنا تندمج لي العناصير مع خيز و مسلوق سنزيد هنا السلسغ الكريمة خاصة بالليبات سنزيد علبة صغيرة ستكون في مئة قرام ثم سيبقى لكم الاختيار و تتكتر الكريمة و تقلوها و لكن هاد الكمية كافية و بالنسبة المعجنة انا قدرت كيلو لتتسلق لي و هاد الكمية دي الكيلو بالنسبة الناس اللي بغوا يدروا قل و يدروا كمية كثيرة ديال هاد السلسة يخلوها كي الناس اللي تي خلطوا اللي بباط ديالهم او المعجنة انتروا وهذا هو المكويل اللي بيكون أساسي على نفا المعجنة اللي تتعطينا كمية كبيرة من هذه الصلصة يجب أن تكون مميزة يجب أن تكون مميزة يجب أن نضيف طبخ لكي نعزز اللون بعض الوضع كمية كبيرة يجب أن تكون مميزة كمية كبيرة وصفيتها من الماء كيف تشوفوا بقى واقفة في الحجم ديالها يعني ما خاصت سلقوها مزيين تتخسر ليكم سوف تنخوي ديك السلسة كاملة وتنخلط فضل بلاسة اللي سلقت فيها لنا الميقلات ما غداش تهزلية الكمية كاملة ديال ليباط اللي أنا سلقت قنا كيلو تنخلط كل شي يعني تخلط عادي وتنخلط كل شي يعني تخلط عادي وتنخلط نقدمها بغيت وتقدموه في طباس الفرديين بغيت وتقدموه في طبسي الواحد تبقى لكم الاختياء يعني صار حتى تجيزوينة بلا متزيدو لا فرماج لا إضافات لينا فيها الكريمة السائلة وفيها هديك السلسة باش تبقى محتافين على ذاك الماضاق اللي فيها تن بدون ناكلوا فيها يعني ولدتنا معاة سلسة وهاد الماضاق ما تبقاش يعرفوا لا فنكين الشيفلور لا فنكين الجازر القرعة يعني ما تبقاش يبانوا ليهم خاصة اللي تكونوا بقين صغارة وما تفرقوش تنخلهم ياكلوا الدجاج والخضروات وما تعرفوه مش عشنا هما وانتمنى تعشبكم هاد الوصفة الصراحة اللي هي لديدة ومميزة ديروها وجبة غداء أو عشاء ومرحبا بكم في القناة وانتمنى اي فيديو تتشوفوا بارتاجوا مع نصدقاء ديالكم وما تبخلوش بلايك وبالمشاركة اللي شافت الفيديو ديالي اول مرة ومرحبا بالناس اللي تنضموا القناة ديالي القدام وجداد وتنشكر كعالناس اللي تتقوا في الوصفة ديالي تيجربوهم او تيشاركوا في القناة ديالي مرحبا بكم ألف ومرحبا وتنتمنى هاد القناة ديالي القدام بكم وتكبر بكم ان شاء الله ومرحبا بكم هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيف تتجو فيه السدر ديال تاجهش يجي صراحة معلك بذيك الصرصة اللي هو فيه وتتجي الشيفلور كيف تيش يجي ملبس بهذيك الكريمة رمتي يجي شبين هو ولي باطتي ولي يأكلوا فيه الدراري ما عارفين شواش لي باط ولا الشيفلور ولا شي وانتمنى تعجبكم وتنحاول انا اي وصفة نحط عليكم اللي تننفكر في الدراري ما الصغر وما اللولين اشي عجبوهم ما يعجبو مش واشي ان نفضل انا الشي يأكلو لي ذاتي وانتمنى تعجبكم هذا الوصفة وبسلام عليكم